موسيقى احتضنت اليوم جهة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية المنتدى الجهوي لهيئة تجمعية للمنتخبي الأحرار هذا المنتدى الذي يعتبر فرصة لمنتخبي جهة العيون سرق الحمراء بلقاء السيد الرئيس وتشخيص الوضع الحالي في الأقاليم الجنوبية كذلك هو محطة مهمة لتعزيز أدوال المنتخبين التجمعيين كان كذلك هذا اللقاء فرصة لإلقاء سيد الرئيس عرض حول مقاومات الدولة الاجتماعية وحول الحوار الاجتماعي وحول دعم السكن وأسس الدولة الاجتماعية وكان كذلك فرصة لنا كمنتخبين للقاء عموم المواطنين التجمعيين والتجمعيات وفتح نقاش حول كل قضايا التي تهم المواطن بالدرجة المولى اليوم نحضر محطة منتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار عن جهة العيون الساقي الحمراء بحضور السيد الرئيس عزيز أخنوش هذه المحطة تأتي من خلال جوالات يجريها السيد الرئيس في جميع الجهات وهذه المحطة رقم 11 والتي تأتي بعد إنجازات كبيرة من نموذج تنموي الجديد الذي أعطى انتلاقته صاحب جلال نصر الله سنة 2015 ووصل أشواطا مهمة بتكلفة 77 مليار درهم والأقاليم الجنوبية الحمد لله تعرف تفرق بالإزدهار والتنمية من خلال الطريق المزدوج تزنيت العيون داخلها موانئ ميناء الأطلسي الداخلها ميناء الفصفات مستشفى جامعي جيهوي ليكون في العيون هذه المشاريع الكبرى التي أعطيها انطلاق تجريات المليك الحكومة منكبة على إنجازها وعلى تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع اليوم الأقاليم الجنوبية تزخر بالطمأنينة وتزخر بالتنمية التي يريدها صاحب الجلالة تأتي هذه المحطة تأكيدا على مغربية الصحراء وجوابا كذلك للجميع الجيهات أن هذه المنطقة ستعرف نموا أكثر وستزداد في التنمية إن شاء الله تحت الرعاية الساميري صاحب الجلالة أنا صلى الله وإيده